الحمد لله رب العالمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هدى المهتدين أما بعد فنحن في هذا اليوم المبارك بعد صلاة العصر نجتمع لإلقاء محاضرة أرجو أن تكون مباركة إن شاء الله بناء على توجيه من التوجيه والإرشاد في الحرم المكي وعنوانها ألم يعلم بأن الله يرى هذه آية من سورة عظيمة وهذه السورة أولها هو أول ما نزل من القرآن الكريم هل تعرفون ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه أول آيات نزلت من القرآن الكريم ولذا ينبغي أيها الإخوة إذا قرأنا القرآن نفهم القرآن نفهم القرآن وينبغي أيضاً أن تكونوا أنتم يا أهل رئاسة الحرمين والمسؤولون عن الحرم أكثر الناس عناية بالقرآن الكريم ولذا الإخوة جزاهم الله خير اختاروا هذا الموضوع وهو موضوع مهم ألم يعلم بأن الله يرى هذه لها سبب نزول هذه الآية لها سبب نزول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي بجانب الكعبة قبل أن يهاجر إلى المدينة كان يصلي بجانب الكعبة وكان أبو جهل الطاغية يأتيه ويهدده ويسبه ويشتمه ويقول له لا تصليها هنا والرسول عليه الصلاة والسلام لا يرد عليه ولذا نحن إذا سبك حد لا ترد عليه اقتداءا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيوم من الأيام جاء أبو جهل ووجد الرسول يصلي قال إن وجدتك مرة ثانية وضعت قدمي على رقبتك فالرسول عليه الصلاة والسلام تركه ويصلي فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأراد أن يضع رجله على رقبة الرسول عليه الصلاة والسلام فلما قروا من الرسول عليه الصلاة والسلام ورجع خائفا رجع القهقرى خائفا فسألوه ماذا حصل لك ماذا حصل لك وكان يعتبر شجاع من أشجع أهل مكة قال رأيت بيني وبينه أشياء هائلة ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو تقدم لاختطفته الملائكة ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي لله ولا يخاف إلا من الله لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى ولذا ربنا سبحانه وتعالى يهدد أبا جهل يهدد أبا جهل لأن أبا جهل لأن أبا جهل كان طاغية وكان ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فالله يقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة كلا لا تطعه واسجد واقترب إذا نهك أحد عن الصلاة لا تطعه لا بد أن تصلي كلا لا تطعه واسجد واقترب نظر فيها لفته لفته يسيرة جميلة جدا اسجد واقترب السجود مهم يا إخوان السجود مهم وهنا معنى اقترب الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وإذا أهمك أمر من الأمور اسجد لربك وادعه وإذا سجد أكثر من السجود إذا سجد أطل في السجود بعض من الناس يتساهلون بالسجود لا يطيلون فيه ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فالمهم إخواني ربنا يقول ألم يعلم بأن الله يرى فهل تصدقون إن الله يرانا نحن في هذا المكان؟ هل تصدقون إن الله يرانا في هذا المكان؟ صدقون؟ نعم حقيدة أن الله يرانا في كل مكان حتى ولو كنا في غرفة مقفلة بالشباب والأبواب الله يرانا وأيضا الله سبحانه وتعالى يسمع أصواتنا ولو كانت خفية لو سألك أحد قال أنت تقول إن الله يراني في أي مكان وفي كل مكان ويسمع كلامه ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الله يرانه؟ أيوة آيات كثيرة في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ما معنى النجوة؟ ما معنى كلمة النجوة؟ يعني السر بين الاثنين ما يكون من نجوة من ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا وهو سادسه ولا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك أيضا إلا وهو معه انظروا إلى الله سبحانه وتعالى هو معك لكن كيف تقول الله معك؟ وهو عقيدة أنه مستوى على عرشه في السماء السابعة كيف توفق بين هذا وبين ذاك؟ تقول الله معنا وهو مستوى على عرشه فوق السماء السابعة يمكن نوفق بينها؟ كيف؟ أيها نحن نوفق بينهما لأن الله معنى بعلمه معنى بعلمه سبحانه وتعالى وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله معنا حقيقة وهو مستوى على عرشه الله معنا حقيقة وهو مستوى على عرشه يعني أننا نرى مخلوق من مخلوقات الله عز وجل القبر نحن في الطائف وهو معنا نحن في جدة وهو معنا نحن في الرياض وهو معنا وهذا من مخلوقات الله فكيف بالله؟ والله سبحانه وتعالى محيط الله سبحانه وتعالى محيط بجميع الدنيا فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولذا نعتقد اعتقادا جازما أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وربنا سبحانه وتعالى قال استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ما معنى يلج ما معنى يلج يدخل يلج في الأرض وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم فهذه الآية إخوان ترد على الحلولية الذين يقولون الله في كل مكان خطأ الله في كل مكان بذاته لا الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه فوق السماوات السبع لكن علمه في كل مكان الذين قالوا إن علمه إنه معنى بذاته في الأرض تركوا بعض القرآن لكن المفروض إن الإنسان يأخذ بجميع القرآن فالقرآن كله متوافق ليس فيه اعتراض وليس فيه تناقب فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه مستوى على عرشه وهو معنى ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا يخفى يدلنا على أن المسلم عنده مراقبة ذاتية ما دام أن الله الذي خلقك الله الذي رزقك الله الذي يحييك الله الذي يميتك لا بد أن تخاف منه صحيح ولا لا لا بد أن تنفذ أوامره لا بد أن تجتنب نواهيه ولذا لو كنت موظفاً في أي مكان لا بد أن تنفذ الأوامر كما أمرت كما أمرت لماذا؟ لأن الله يراك ما تستطيع أن تخالفه لو كنت جندي عسكري في المعركة لا بد أن تنفذ الأوامر لأن الله يراك لو كنت في بيتك مكلف بعمل ما يمكن تعمل أوامر لا ترضي الله عز وجل لماذا؟ لأن الله يراك فيجب عليك أن تستحي من الله عز وجل لا تخلف الوعد لأن إخلاف المواعيد من صفات المنافقين الإنسان إذا حدد موعد يأتي في هذا الموعد أو يعتبر أو يكلم سأتأخر خمس دقائق أتأخر عشر دقائق وهكذا لا بد أن يحافظ الإنسان على الوعد لأن إخلاف الوعد من صفات المنافقين كما بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن المنافق إذا وعد أخلف وإذا أتوا من خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر فيجب على المسلم أن يكون وفياً مثلاً أن تكون أنت في وظيفة وكتبت عقد بينك وبين هذه الشركة التي أنت وظف فيها لا بد أن تفهي بأوامرها بمواعيدها أيضاً بحضورها بالقيام بالعمل الذي كلفت به وإذا لم تستطع هذا العمل اعتذر لا استطيع هذا العمل لا أستطع أن أقوم به لا أستطيع أن أعمله كما ينبغي ولذا ينبغي للمسلم أن يعلم أن الله يراه وأن الله يسمع كلامه يراه حتى في الظلمات يراه سبحانه وتعالى في الظلمات فكر في هذه الدنيا فكر اسأل نفسك لماذا خلق لله عز وجل في هذه الدنيا مدة وأموت لماذا خلقني ربي في هذه الدنيا عشرين سنة مئة سنة مئتين سنة ثم أموت ربنا سبحانه وتعالى أخبرك في القرآن الكريم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ما معنى يبلوكم يختبر نعم ليبلوكم يعني الله خلقنا في هذه الدنيا يختبرنا الله وضعنا في هذه الدنيا للاختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل في هذه الدنيا أخرى أيضا في أي سورة كثير كثير في السور التي تدل على أن وجودنا في هذه الدنيا اختبار في سورة الإنسان في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر الذي خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه يعني نختبره فربنا سبحانه وتعالى أخبرك أنه خلقك في هذه الدنيا ليختبرك ثم أيضا أنت في هذه الدنيا بيّن لك ربنا سبحانه وتعالى أن الإختبار يبدأ من سن التكليف يبدأ من سن التكليف يكون الإختبار وما قبلها يكون لك أجر في الأعمال الصالحة التي تعملها ولذا ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا ليختبرنا وبيّن لنا أن الإنسان إذا نجح في الإختبار له جزاء وهو الجنة وإذا رسب له جزاء آخر بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون مختبرين ما هو الإختبار؟ إختبارنا بأي شيء الإختبار بالتكاليف الشرعية الله يختبرنا بالتكاليف الشرعية الصلاة الصيام الزكاة بر الوالدين معاملة الآخر يعني باختصار المعاملة مع الله والمعاملة مع خلقه هذا اختبار وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيفية المعاملة مع خلقه وكيفية المعاملة معه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أفضل كتاب أفضل كتاب أنزل من الله عز وجل في هذه الدنيا هو القرآن الكريم أفضل من التوراة أفضل من الإنجيل أفضل من الكتب التي أنزلت على الرسل كله وأيضاً هذا القرآن أنزل على أفضل الرسل وهو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فهنيئاً للمسلم الذي يتبع القرآن الذي هو أفضل كلام ويتبع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام فربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه يختبرنا في هذه الدنيا لكن أيضاً ربنا سبحانه وتعالى من رحمة بنا أنه أخبرنا أنه يختبرنا وهو يرانا ثم أيضاً أخبرنا أنه كلف بنا ملائكة ملائكة يكتبون ما نقول وما نفعل وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون وربنا سبحانه وتعالى يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت ويقول ربنا سبحانه وتعالى كل شيء أحصيناه كتابا كل شيء مكتوب فأنت إن قلت كلمة كتبوها الملائكة معك ملائكة واحد عن اليمين وواحد عن الشمال إن كنت في البر أو في البحر أو على الأرض أو في أي مكان أو في السماء هؤلاء الملائكة معك ما يفارقونك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيت ولذا ينبغي المسلم يا إخوان أن يحترم هؤلاء الملائكة لا يقول إلا حقاً لا يقول إلا صدقاً ولذا الذي دائماً يتكلم بالصدق وبالأقوال الطيبة يكون من الفائزين يكون من الفائزين بإذن الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً فأنت يجب أن تعلم أن معك مراقبين يراقبون أعمالك يراقبون أقوالك ويكتبون ثم بعد ذلك ترى الذي كتب ترى ما كتب كيف تراه ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يراه ومن يعمل مثقال ذرة شراً يراه ما هو مثقال الذرة ما هو مثقال الذرة إخوان وزن النملة وزن النملة يعني في الدنيا ما يستطيعون يزنون النملة لأنها صغيرة صغيرة جداً فكيف بيميز بالميزان عند ربنا سبحانه وتعالى ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرك أنك إن عملت كثيراً تراه إن عملت قليلاً تراه متى تراه متى تراه هذا العمل يوم القيامة ولذا إذا كان الإنسان موظف إذا كان الإنسان موظف يكتب له تقارير كل نهاية سنة تكتب هذه التقارير وتحفظ في ملفه بعد ستين سنة هذه التقارير تخرج نظيفاً كما هي ما تغيرت ولذا يجب أن يعلم الإنسان إخوان أنه في هذه الدنيا ما خلقه الله عبث الله ما خلقه عبث وإنما خلقه لحكمة والله سبحانه وتعالى ما تركه هكذا وإنما بين له لكن بين لك أن الشيطان عدو مبين احرص لا تطيع الشيطان هذا الشيطان له جنود له جنود من الجن ومن الإنس جنود كثيرين كثيرين من الجن والإنس ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعوذ منهم أمرنا أن نتعوذ منهم في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس فأنت تتعوذ تتعوذ من الشيطان ومن جنود الشيطان وجنود الشيطان الكفار هم جنود الشيطان أيضا من بعض الناس الذين يلهيونك عن طاعة الله تعال نلعب شوية تعال نلعب أن نتأخر شوية هؤلاء أيضا من الجنود فانتبه انتبه لنفسك الله سبحانه وتعالى أعطاك الأوامر أعطاك النواهي وأبين لك الأعداء فلابد أن تكون عاقلا تقدم لنفسك ما ينفعها ولذا ربنا سبحانه وتعالى كثيرا ما يقول وقدموا لأنفسكم فأنت إذا كنت بعمل وتأخرت عن هذا العمل بعض الوقت ورئيسك لم يعلم هل تظن أن الله غافل عنك لا الله لا يغفر عنك الله كاتب هذا يكتب معك ملائكة يقولون فلان جلس هنا لو أن مثلا رئيسك قال يا فلان ممنوع تشرب الدخان ممنوع تشرب ودخلت في الحمام وشربت الدخان الله يعلم عنك والملائكة يكتبون يكتبون هذا عصى رئيسه وشرب الدخان أو هذا عمل كذا يعني انظروا يا إخوان لو أن الواحد منا كلف بعمل من الأعمال ثم وضع معه مراقب هل يمكن أن يخالف النظام ما يمكن أن يخالف لأجل هذا المراقب الذي معه فكيف تعلم أن معك ملائكة ما يفارقونك وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك فلابد أن تكون جاداً في عملك مخلصاً في عملك وأهم ذلك طاعة الله عز وجل بعض من الناس يظن أن هذه الوظائف ليست من طاعة الله وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص في وظائفنا فأنت إذا طاعت ولي الأمر فهذا طاعة لله ولرسول كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من طاع أميره فقد أطاعني ومن عصى أميره فقد عصاني فأنت لا بد أن تكون محافظاً على عملك في وظيفتك في أمورك حتى معاملتك في البيت معاملتك في البيت إذا كانت في معصية الله يكتبونها وإذا كانت في طاعة الله مكتوبة معاملتك مع زوجتك مكتوبة فانتبه المراقبين لا يفارقونك وهؤلاء المراقبين لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يكذبون ولذا يقول الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ولذا يجب على الإنسان أن ينتبه لا يكون غافل في هذه الدنيا لا يكون غافلاً عن مستقبله المستقبل يا إخوان مهم هذه الدنيا كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لا تساوي جناح بعوضة البعوضة ما تساوي شيء فكيف بجناحها ولذا ينبغي الإنسان أن يقدم لنفته في الآخرة يقدم لمستقبله هذا المستقبل هذه الدنيا زرع تزرع فيها فإن زرعت خيراً تجده وإن زرعت شراً تجده فاكفر من زرع الخير حتى مقابلتك مع صديقك هذه أيضاً صدقة الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكلمة الطيبة صدقة يعني مثلاً لو قابلت زميلك أو أي واحد وقلت له السلام عليكم لك أجر ولك صدقات لكن الشيطان يأتيك الإنسان ويقول لا لا تقول السلام عليكم صباح الخير مساء الخير والسلام السلام تاحية أهل الجنة السلام هو الذي تعلمه آدم من الملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا قلت السلام عليكم لك عشر حسنات إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله لك عشرين حسنا إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لك ثلاثون حسنا فالشيطان يا إخوان يردنا تحية أهل الجاهلية الجاهلية المشركين الكفار في العرب ما كانوا يعرفون السلام وإما كانوا يقولون عموا صباحاً أو عموا مساءاً وهذه أيضاً تحية الكفار الكفار يقولوا صباح الخير مساء الخير لكن أنت أيها المسلم تحية كماهي السلام عليكم ولذا ورد في حديث أن تحية الكفار إما بالرأس وإما باليد وإما بالإنحناء وهذه كلها ليست للمسلمين فإنحناء الرأس هكذا ليست تحية لا بد أن تتلفظ لا بد وإذا قل بالبيدك وكان أخوك بعيد تتلفظ لو رفعت يدك أما أن تكون التحية رفع يدها كذا لا بد أن يكون معها سلام والواحد يهز يخفض رأسه أيضاً ليس بسلام ولا تحية فالتحية كما أخبرنا الله عز وجل تحية أهل الجنة ماذا يقول الله تحيتهم فيها سلام ولذا يجب على المسلم إخوان أن ينتبه معه ملائكة معه مراقبة طول حياته حتى يموت هؤلاء الملائكة يكتبون ولذا الملائكة يكتبون حتى يوم الجمعة يأتون على باب المساجد ويكتبون الأول فالأول جاء فلان وجاء فلان وجاء فلان ساعة كذا وجاء فلان ساعة كذا فانتبه لنفسك والله سبحانه وتعالى يقول لنا دائماً وقدموا لأنفسكم وش تقدم لنفسك خير ولا شر مدام أنك ستراه قدم لنفسك الخير كل عمل صالح قدمه كل عمل فاسد استغفر الله وتب إليه منه وأبعد عنه فنحن نعلم يا أخوان أنه من رحمة الله عز وجل أنه خلقنا في هذه الدنيا وأنه كلفنا بتكاليف كثيرة تكاليف كثيرة كلفنا بها وأنه أخبرنا أن فيهم مراقبة هو يرانا والملائكة الذين معنا يروننا وأيضاً هناك شهود يشهدون علينا شهود يشهدون علينا وأخبرنا الله عز وجل بذلك من هم الشهود من هم الشهود الشهود لا يفارقونك لا يفارقونك أبداً أكثر من الملائكة أكثر من التزام الملائكة معك وهم يدك تشهد عليك رجلك تشهد عليك حتى جلدك الجلد الذي تنظفه كل يوم وتعتني به يشهد عليك يوم القيامة ويوم يحشر وعداء الله إلى النار حتى قال سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما شهدتم علينا قالوا أنطق لله الله الذي أنطق هذا اللسان لحمه يستطيع أن ينطق هذه اليد يستطيع أن ينطق هذا الأصبع فهم يعاتبون جلودهم يعاتبون جلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فانتبهوا يا إخوان يدك رجلك لسانك كلها تشهد عليك يوم القيامة فلا تقول إلا خيرا ولا تفعل إلا خيرا لأنك بين أمري لأنك أنت بين أمرين إما أن تقول خير ويكتب لك أجر تفعل خير ويكتب لك أجر أو تقول شرا أو تفعل شرا ويكتب عليك إثم نسأل الله العافية فربنا سبحانه وتعالى بين أن فيه شهود من جسدك ما تستطيع أن تتخلى عن هؤلاء الشهود أيضا فيه شهود آخرين يشهدون عليك يوم القيامة من هم؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه الأرض التي تجلس عليها وتنام عليها وتزرع فيها تشهد عليك يوم القيامة تشهد عليك يوم القيامة كما يقول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها حتى قال سبحانه وتعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ما هي أخبار الأرض؟ تشهد بما عمل عليها من خير أو شر فليس هناك مهرب يا إخوان ليس هناك مهرب إما أن تعمل العمل الصالح وتكون صادقا في عملك منفذا لعملك على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويكتب لك أجر وإما أن يكون غير ذلك ويكتب عليك إثم ولذا ينبغي لنا يا إخواني يا إخواني ينبغي لنا أن نفكر في وظائفنا نفكر في أعمالنا بعض من الناس يظن أن الوظيفة ليست من الدين الوظيفة للدولة ليست من الدين لا يا إخواني الوظيفة هي من الدين وظيفتك أنت أيها المسلم المحافظة على عملك الصدق في أقوالك الإخلاص في عملك كل هذا مطلب منك سواء في وظيفة أو في غيرها والإنتاج لا بد أن يكون لك إنتاج لأنك إذا خالفت كتب عليكم خالفة هؤلاء الملائكة معكم مراقبين ولذا تعلمون يا إخوان أن الجيوش الإسلامية كانوا يتقدمون يتقدمون للقتال يتقدمون للمعركة وهم يطلبون الشهادة لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله شجعهم على هذه الشهادة وأنه بيّن لهم أنهم أحياء ولذا لا يحتاجون إلى مراقبين أما الكفار لا الكفار كانوا يربطونهم بالسلاسل حتى لا يهربون لأنهم ما يريدون الموت المسلم يريد الموت وأما الكافر لا يريد ولذا المسلم ولله الحمد في المعارك الإسلامية يعلم أنه له واحدة من الخسرين إما الشهادة وإما الفوز ولذا يا إخواني ينبغي للمسلم أن يكون عاقلاً وأن لا يكون غافل عن مستقبله لا يكون غافلاً عن مستقبله اعلم أن الله يراك ثم أيضاً إخواني عندنا شيء مهم وخاصة نحن المتعلمين الذين نقرأ ونكتب عندنا شيء مهم جداً جداً ما هو القرآن الكريم أفضل كلام أفضل كلام كلام من هذا القرآن من هو كلامه كلام الله عز وجل الذي خلقك ورزقك وهو رسالة لكل واحد رسالة لك فهل قرأته كل واحد يقول نعم قرأنا القرآن هل فهمت معاني كثير من يقول لا والله ما فهمت إلا قليل لماذا ما هو السبب لو كان عندك اختبار في الجامعة تحفظ وتختبر وتفهم فإذا كان هذا القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله إليك وأرسل إليك الرسول أفضل الرسل بهذا القرآن الكريم وبين لك أن هذا القرآن شاهد شاهد لك أو شاهد عليك أنت ستختبر في هذا القرآن ماذا فعلت في هذا القرآن هل فهمت القرآن هل عملت به ولذا يقول أحد أحد الدعاء حفظه الله يقول كنت في مجلس من المجالس وكانوا كانوا كلهم يتكلمون في بيع أراضي بيع سيارات بيع أشياء أخرى كلام طويل العريق فأنا استأذنت أن أتكلم معهم عشر دقائق فقالوا تفضل فقلت يا إخواني أريد أن أسألكم سؤال قالوا ما هو السؤال قال من يحفظ منكم سورة قل هو الله أحد يرفع أصبعا يقول عددهم كثير عددهم كثير الموجودين كلهم قالوا نحن نحفظ قل هو الله أحد قلت إذن أريد أن أسألكم سؤال قالوا تفضل ما هو السؤال قال ما معنى قول الله عز وجل الله الصمت الله الصمت يقول ما أحد رفع منهم إلا ثلاثين أو ثلاث الباقين ما يعرفون معنى الصمت كيف يقرأ قل هو الله أحد ولا يفهم معانيها لا بد أنه يفهم معانيها ويقرأ التفسير ولذا يقول قلت لهم سؤال ثاني ما هو السؤال الثاني قال من يحفظ منكم قل أعوذ برب الفلق كلهم قالوا نحفظ قل أعوذ برب الفلق قال ما معنى قوله ومن شر غاسق إذا وقب يقول ما أحد منهم رفع يد وهذا عيب يا إخوان عيب والله عيب لو جاء كتاب من أبوك لو جاء كتاب من أبيك أو من أخيك أو من صديقك لا بد أن تقرأ وتفهم ما فيه فكيف بكلام الله عز وجل الذي أنزله إليك لا بد أن تقرأ وتفهم الكلام الذي فيه وتفهم الأخبار التي فيه تفهم كل شيء موجود فيه خير ولذا أحسن القصص في القرآن الكريم كانوا قديماً يا إخوان يتكلمون في القصص الأغريقي ولكن قصص القرآن أحسن القصص ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن أحسن القصص الذي قصه وهو صدق القصص الذي في القرآن صدق ليس فيه كذب لكن القصص الآخر ربما يكون فيه كذب فأنت احفظ القصص في القرآن الكريم وقصها على إخوانك قصها على آبائك قصها على جيرانك احفظ الأخبار التي أخبرك الله بها عن الجنة كثير من الناس يقول أنا أتمنى الجنة هل تعرف ما في الجنة؟ ولا ما تعرف ما في الجنة؟ لا بد أنك تعرف ما هو الذي في الجنة وش اللي في الجنة؟ هل تعرف عدد الخدم؟ الذين يكونون للإنسان الواحد في الجنة؟ يقول لا ما أدري أشكالهم ما أدري ربنا سبحانه وتعالى أخبرك أخبرك ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا جمال إذا رأيت الخدم عند أهل الجنة كأنهم لؤلؤ منثور من جمالهم ومن كثرتهم وإذا رأيت ثم يعني في الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا ولذا المسلم يتعب نفسه في هذه الدنيا ليسعد في الآخرة الآخرة يا إخوان ليس فيها عمل لكن الدنيا هذه عمل الجزاء في الآخرة في الآخرة الراحة التامة والنعيم المقيم ولذا يجب أن تعلم علم اليقين أنك في هذه الدنيا مسافر أنك في هذه الدنيا مسافر مرتحل مرتحل ولذا أنت لك أربعة بيوت تسكن فيها لك أربعة بيوت تسكن فيها فقط البيت الأول بطن الأم ثم تخرج من بطن الأم إلى البيت الثاني وهو هذه الأرض ثم تخرج من هذه الأرض إلى البيت الآخر وهو القبر ثم تخرج من القبر إلى البيت الأخير وهو القيامة فإما ذهاب إلى الجنة وإما ذهاب إلى غير ذلك فانتبه اعرف أنك مسافر اعرف أنك مسافر قدم عملا صالحا تؤجر عليه في هذه الدنيا وينفعك في الآخرة للأسف يا إخوان للأسف بعض طلبة العلم وهم قد تخرجوا من الجامعة يسألهم أحد الإخوان يسألهم يا إخواني ما معنى لا إله إلا الله ما أحد منهم فهم معناها صحيح أو إعرابها إلا قليل ما هو السبب؟ الغفلة الشيطان يريد من أن نكون غافلين عن الآخرة أما الدنيا اشتغل الدنيا يا إخوان لا نكون مثل اليهود اليهود هم أهل دنيا ليس همهم إلا الدنيا ولذا ربنا سبحانه وتعالى شبههم بالحمار شبههم بالحمار يحملون أسفار مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفار يعني هذا الحمار يحمل كتب هل يفهم الذي فيها؟ لا فكذلك اليهود عندهم كتب لكن ما عملوا بما فيها ولذا كثير أو بعض من المسلمين أهدان الله وإياهم يقرأون القرآن ولا يفهمون هذا عيب كبير عيب كبير وعصيان لا بد للإنسان إذا قرأ القرآن يقف عند الآية ويفهم كما كان السلف الصالح يقرؤون القرآن ويفهمونه يقولون ما نتجاوز عشر آيات ما نتجاوز عشر آيات حتى نقرأها قراءة صحيحة يقرؤونها قراءة صحيحة حتى نقرأها ونفهمها ونعمل بما فيها فيقولون عرفنا القرآن والعلم والعمل عندهم علم وعندهم عمل كيف الإنسان يعمل بشيء لا يفهمه لا بد أن تفهم لا بد أن تفهم حتى تعمل ولذا ربنا سبحانه وتعالى يعاتب المسلمين ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فوصيتي لإخواني الموعظة والله الموعظة الصحيحة والشفاء الصحيح والهدى والرحمة كلها في القرآن تبحث عنها تجدها تجد الشفاء وتجد الرحمة وتجد ما معنى الرحمة هنا؟ النعمة النعمة تجد الرحمة وتجد الشفاء وتجد الهدى وتجد الموعظة في القرآن الكريم إذا قال الله سبحانه وتعالى لك ألهاكم التكافر شغلتك الدنيا لأجل تجمع كثرة الأموال إذا حصلت مليون تقول أريد المليون الثاني إذا حصلت المليون الثاني تقول أريد المليون الثاني ألهاكم التكافر حتى زرتم المقابر ولذا كان يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما جاءته الوفاة قالوا له يا أمير المؤمنين أوصي لأولادك قال لا أوصي لهم قالوا لماذا لا توصي لهم وتترك لهم أموال يستفيدون منها قال لهم إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك فلستمعين لهم على الفساد نسأل الله العافية ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة التكاثر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أنت في عافية هذا نعيم أنت في أمن هذا نعيم أنت في رغد من العيش أنت في نعيم ولذا أنت ستسأل عنه يوم القيامة الرسول عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام خرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع من هم مننا يا إخوان الذي خرج من البيت وهو جائع كلنا ما نطرع من البيت لو نحن بشباء يا الله لك الحمد خرج من البيت وهو جائع فوجد أبا بكر وعمر فسألهما ما الذي أخرجكما قال أخرجنا الجوع يا رسول الله قال وأنا أخرجني الذي أخرجكما فذهب إلى بيت رجل من الأنصار وعطاهم عذق من التمر وذبح لهم ذبيحة فشربوا وأكلوا وقال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة فنحن لا نشرب الماء البارد ونأكل اللحم ونأكل الخبز ونأكل كل شيء فسنسأل عن يوم القيامة ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيعه أن نطيعه ونشكره على هذه النعمة كما قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فأنتم حافظوا على هذه النعم المحافظة على هذه النعم بشكر الله عز وجل ما هو الشكر ما هو الشكر يعني الشكر يا إخوان بعض من الناس يظن أن الشكر قوله شكرا الشكر يكون باللسان تحمد الله وتشكره الشكر يكون بالقلب تعتقد أن هذه العافية وهذه النعم وهذا التوفيق كله من الله عز وجل وأيضا بالجوارح لا تظلم أحد لا تضرب أحد لا تمشي لفي خير وتنفذ أوامر الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيم هذا هو الشكر يا إخوان هذا هو الشكر أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة بوظيفة أو أي شيء من هذه النعم العظيمة يستقيم على طاعة الله ينفذ أوامر الله عز وجل ينفذ أوامر الله عز وجل ويكون مطيعا لله مطيعا لرسوله مطيعا لأولاة الأمر في طاعة الله عز وجل لأن الله يقول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فالإنسان لا بد أن يطيع ولي أمره إذا أمرك رئيسك بأوامر ليس فيها معصية لله لا بد أن تنفذها تحرص على أداء عملك بكل إخلاص لماذا؟ لأنك تحاسب عنه حسابين حساب الوظيفة وحساب من الله عز وجل يوم القيامة وأنت إذا أخرص في عملك ونفذته كما أمرت والله تكون فائزا عند ولي الأمر الذي كلفك وتكون أيضا فائزا عند الله عز وجل فأنت إذا أرضيت الله عز وجل أرضيت خلق الله عز وجل وكانت لك الشهادات العالية لكن إذا أرضيت ولي الأمر وعصيت ربك فقد خالفت فقد خالفت وانتظر انتظر الشيء الذي يأتيه ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ويل للمكذبين كم آية ربنا سبحانه وتعالى يقول ويل للمكذبين هذه الغفلة الغفلة هذه سلاح الشيطان لا تكون غافلا عن نفسك لا بد أن تحافظ على نفسك وإذا أردت أن تعمل أي عمل لا بد أن تعلم أن الله ينظر إليك الملائكة معك يكتبون الأرض تشهد عليك أعضائك تشهد عليك فاعمل صالحا وابتعد عن السيء هذا هو العاقل إخوة هذا هو العاقل الذي يريد النجاح في هذه الدنيا وفي الآخرة أما أنك ترضي جانبا وتترك جانبا فلا لا بد إذا دخلت في عمل نفذ ما أمرت به ولذا نسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لأعمال الصالحة اقرأ القرآن افهم القرآن اشتر كتاب تفسير اشتر كتاب تفسير وقرأ فيه كل يوم اقرأ كل يوم صفحة صفحتين افهم الكلام الذي فيها لأن التفسير القرآن يا إخوان القرآن ليس باللغة الإنجليزية وإنما هو بلسان عربي مبين نفذ ما فيه اقرأ سنة الرسول عليه الصلاة والسلام الأحاديث حتى ولو كنت لا تقرأ ولا تكتب عندك ابنك عندك أخوك عندك إمام المسجد عندك طلاب التحفيق عندك آخرين المهم أنك ينبغي أن تحفظ وأن تفهم لا يستطيع الإنسان أن ينفذ إلا إذا فهم لا يستطيع الإنسان أن ينفذ الشيء إلا إذا فهمه أضروا إخوان لو أنك مثلا جندي من الجنود وكلفت بعمل هل تستطيع أن تقول ما أفهمه لا بد أن يقول لك كذا وكذا افهم حتى ولو كنت لا تقرأ ولا تكتب لا بد أن تفهم الأوامر لا بد أن تفهم النواهي وتطبقها كما أمرت وإلا لا تدخل فيها هكذا يجب على الإنسان إخوان مثلا إذا أردت أن تصلي إذا أردت أن تصلي الصلاة لمن؟ لله عز وجل لأن الله مرك بالصلاة وأخبرك أن عليها ثوب عظيم الله يعطيك ثوب عظيم على هذه الصلاة فأنت إذا صليت وكان ورائك رئيسك في العمل ينظر إلى صلاتك وسيخبرك بعد قريب صلاتك صحيحة أو صلاتك فاسدة كيف تكون تصلي؟ تصليها مضبوطة ولا لا؟ نعم مضبوطة فأنت تصلي الصلاة هذا ينظر إليك والملائكة معك هل تسرع فيها؟ تنقرها نقر وتذهب عندي عمل عندي عمل أذهب إليه؟ لا صل الصلاة تماما لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي ولذا بعض من الناس يسرع في الصلاة عندي شغل لا تسرع في الصلاة لماذا تأخرت حتى تسرع فيها؟ صل الصلاة مع الجماعة وأتقن الصلاة فإن الله يراك والله يحاسبك عليها بعض من الناس يظن أن الصلاة آداء الصلاة ليست آداء فقط وإنما هي عبادة عبادة لا بد أن يتقنها الإنسان في القيام في الركوع في السجود يخبرنا أحد الإخوان يقول مرة كان فيه فيه رجل واعظ يعظ الناس ويقول لهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم ويكثرون من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا إذا دعا يقول آمين 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 فأحد الإخوان يقول بجانبه رجل شايب كبير هذا الكلام يقول كان في الرياض فلما انتهى الكلام سأل الشايب قال يا شايب أنت تكفر تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد ما معنى اللهم صل وسلم على نبينا قال والله ما أدري كيف تقولها مئة مرة وتقول لا أدري لا بد أن تفهم معناها طيب علمني ما معنى آمين أنت قلت آمين على دعاء الشيخ لما دعا قال والله ما ذري غفلة يا إخوان لماذا هذه الغفلة هذه من الشيطان هذه من الشيطان أنا مرة أسأل أحد الشعراء كان يتكلم وفي قصيدة طويلة ولما انتهى منها سأل فهمت قلت والله القصيدة طويلة جميلة لكن ما فهمت قال شايف ولا تفهم قصيدنا قلت هل فهمت القرآن الكريم هل فهمت القرآن الكريم قال لا والله ما فهمته قل لماذا فهمت الشعر ولم تفهم كلام الله عز وجل وأنت شباب افهم كلام الله أولا ثم نفهم كلامك بعد قال مهم يا إخوان نحن في غفلها نحن في غفلها القرآن الكريم أنا أرجو من اليوم نبدأ بداية صحيحة مع القرآن الكريم اشتر كتاب التفسير وفي كتاب تفسير أيضا رخيص بخمسين ريال بخمسين ريال رخيص وجميل جدا وتوزعه الرئاسة هنا ولله الحمد اقرأ فيه وافهم معانيه القرآن مع التفسير اقرأه وافهم معانيه واعمل بما فيه ليس المهم للقراءة فقط وليس المهم الفهم فقط المهم العمل لأن الله سبحانه وتعالى يقول كتاب مبارك هذا القرآن مبارك فلابد أن نفهمه ونتدبره كما أمر الله عز وجل الذي لا يتدبر القرآن مخالف لما أمر الله عز وجل ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا هجروه من الناس من يقرأ القرآن ما يقرأ القرآن اليوم الجمعة أو يقرأ القرآن إذا دخل المسجد في بيته ما يفكر في قرآة القرآن وهذا خطأ من الناس إذا قرأ القرآن يقرأه بسرعة وإذا قرأ وأطال في القرآن تجده يتثاب لماذا تثاب؟ الشيطان لا يولد منك أن تطيل في القرآن فالإنسان يا إخوان لا بد أن يقرأ ولا بد أن يفهم وابدأ من أول القرآن وقرأ التفسير ما يمضي عليك سنة إلا وقد انتهيت من التفسير كله كاملا ولذا مرة الشيخ عبد الرحمن السليس حفظه الله كان في مكان مع الشباب فسألهم هل تحفظون القرآن قالوا يا شيخ القرآن صعب ما نستطيع أن نحفظه لأن عندنا واجبات مدرسية وعندنا أشياء قال هل يستطيع الواحد منكم أن يحفظ كل يوم آية قالوا إيه كل يوم آية سهل قال ابدأوا احفظوا احفظ كل يوم آية فقط وبدأوا الآن الآن له كلام هذا له عشر سنوات الآن الذين استفادوا من كلامه وبدأوا الآن حفظ القرآن كله يحفظ آية يحفظ آيتين يحفظ ثلاث حتى أحافظ القرآن كله ولله الحمد ولذا لا بد أن يكون إنسان عنده عزيمة لا بد أن يكون عنده عزيمة يعمل عندك وقت هذا الجوال لا يشغل كثير بعض مننا تجد طول وقته وهو في الجوال لا استخدم هذا الجوال في القرآن الكريم في قراءة مقطع صفحة كاملة وأنت جالس احفظها لكن لا تقرأ القرآن في عملك لأنه يؤخرك عن عملك لكن اقرأه في غير وقت العمل فالمهم يا إخواني أوصي نفسي وأوصيكم أنتم وأوصوا أنتم إخوانكم الآخرين بطاعة الله عز وجل وبطاعة أولاة أموركم حتى ولو كان ولي أمرك في الشركة شركة يعني للأعمال أخرى لا بد من الطاعة فلا بد من الطاعة لا بد من الإخلاص في العمل لا بد من إتقان العمل سواء كان الأمور دينية أو أمور دنيوية لا بد من الإخلاص فيها وإتقانها لأن المسلم يا إخوان مطلوب منه الإخلاص والإتقان كل الإثنين مهمة أخلص في عملك وأتقنه لا يكون عملك إلا صالحا وعليك بالكلمة الطيبة فإن الكلمة الطيبة صدقة الكلمة الطيبة صدقة وأنتم في مكان مبارك يفد إليه كثير من الناس من كل مكان أحسنوا إليهم ولو بالكلمة الطيبة ولو بالسلام عليكم أو بكلمة طيبة أو تبين له ما ينفعه رأيته مثلا مثلا يصلي صلاة ليست صحيحة إن صح الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل دخل المسجد وصل ركعتين ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي هو صل ركعتين لكن صلاة ما تنفعه ولذا إذا صليت أتقن الصلاة تأن في ركوعها تأن في سجودها تأن في قيامها طمأنينة طمأنينة لا بد أن يكون إنسان مطمئن بعض من الإخوان سأله أحد الإخوان هنا يقول ما معنى سبحان ربي العظيم قال الله عظيم طيب ما معنى سبحان ما يعرف معنى سبحان ما يعرف معنى سبحان ربي العلا لا يقول الله أعلى كيف أعلى ما أعزري فينبغي للإنسان إخوان إذا رأيت واحد يمخفف الصلاة ينصح قل يا أخي أتقن صلاتك وإذا صليت افهم الكلم الذي تقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه لله كلها فنال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين لا أعبد إلا أنت يا رب ولا أستعين إلا بك يا الله هذه يقول الله بيني وبين العبد ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم من هم الذين نعم الله عليهم النبيين الصدقين الشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغبوب عليهم اليهود لا نريد طريقهم وإنما نخالفهم النصارى الضالين النصارى لا نريد طريقهم ولكن نخالفهم ولذا ينبغي أن نقرأ القرآن ونفهمه ونفهم كل كل شيء يمر علينا نفهمه حتى يا إخوان إذا أردت أن تشرب عصير خذ العلبة وقرب مكونات هذه العلبة ربما أن فيها شيء ضرك ربما أنه انتهى وقتها مدتها طويلة حتى بعض من الناس حتى الله يشرب ولا يفكر يأكل ولا يفكر نفسك عندك أمانة حافظ على نفسك ولذا نرى إخواننا الذين يشربون الدخان ما يقرأون المكتوب في البكت لو قرأوا المكتوب على البكت عرفوا أنه مضر تركوه تركوه ما هو الذي في البكت ما هي مكونات الدخان الذي يشربه كثير من الناس اسألوه هذا البكت مكتوب فيه مكتوب فيه المكونات لو لم يكن مضر ما كتبت الدنيا ما كتبت الدولة أو الشاركة هذا الكلام ما قالوا إنه مضر بصحتك ويشربه الطبيب يقول إنه مضر بصحتك ويشربه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي شيء مضرك ابتعد عنه لتركه ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكون عقلاء اسأل نفسك هذا البكت هذا الدخان ما هو البكتوب فيه من أي شيء وجد من النيكوتين والقطيران من النيكوتين والقطيران نسبة النيكوتين نسبة القطيران ما هو النيكوتين سم النيكوتين سم القطيران زفت من هو الذي يدخله يدخله بجوفه ليس برتقال ولا تفاح ولا موس وإنما هو سم وزفت من هو العقل الذي يجعله بين شفتين لو أنك أعطيت ولدك كل يوم عشرة ريال ويأتي ولدك عند الباب ويحرق فيها تعطيه مرة ثانية عشرة لا فربنا كل يوم يعطيك بيات ريال هل تجعلها في هذا الدخان تحرقها وتحرق نفسك لا أبدا إخوان من التفكير وصيانة أنفسنا وصيانة أقوالنا عن الشيء الذي يضرنا وأهم شيء كما قلنا في أول كلمة اعلم بأن الله يرى ما قال يراك قال يرى كل شيء الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء فانتبهوا في كل مكان الله يراك الملائكة معك يكتبون فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى ونترك الفرصة لمن كان عنده أسئله إلى قرب الغرب إلى قرب لذان المغرب إذا كان عند أحد أسئله أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى ونجعلنا هداة المهتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقن عذاب النار وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 ورحمة الله وبركاته